لكل منا ذوقه في اختيار الافلام السينمائية المفضلة اليه ولكن هناك شق اخر من الاذواق عند اختيار سالة العرض المفضلة فهناك من يفضل المقاعد المريحة واخرون يفضلون السينما المكشوفة ولكن هناك عنصر اخر قد يجتمع الجميع في حبه بل وتفضيله ايضا التقرير التالي للزميل الشروق لاشكري يسلط الضوء على سالة عرض باكبر شاشة في الشرق الاوسط والشمال افريقيا هنا في دبي فنتابع انجاز جديد تحققه دبي بافتتاحها اكبر شاشة لعرض الافلام السينمائية في منطقة الشرق الاوسط اذانا ببدء عصر جديد للسينما نطلعكم على تفاصيلها في جولة حصرية باخبار الامارات عشاق السينما وصناعة الافلام ابتداء من اليوم على موعد مع تجربة سينمائية مذهلة وغير مسبوقة في الامارات مع كشف روكسي سينما في دبي هيلزمول النقاب عن شاشة عملاقة بمساحة 423 مترا مربعا اي ما يضاهي مساحة ملعبي تينس اكبر شاشة عرض على الاطلاق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا صالة اكستريم الجديدة تضع معايير متجددة للترفيه بفضل 382 مقعدا فاخرا ومريحا موزعة على ثلاث درجات هي الدرجة العادية والدرجة الممتازة بالاضافة الى ثلاثة اجنحة لكبار الشخصيات ديركتورز بوكسز الفاخرة لكل جناح منها 12 مقعدا يمكن حجزهم بالكامل 15 صالة عرض سينمائي تتميز بمستويات اعلى من الفخامة والرفاهية تتضمن سبعة صالات من الفئة الفضية وسبعة من الفئة البلاتينية ستضاف خلال شهر اكتوبر الحالي مثرية تجربة عشاق الافلام اشتركوا في القناة